هذا العلم اليوم يرفرف علم الجمهورية في بيحانا وعسيلانا مجددا يرتفع في هضابي وصحاري شبوة معللا تحرير آخر مديريتين في المحافظة من عناصر ميليشيا الحوثي خلال 48 ساعة حقق الجيش الوطني مسنودا بطيران التحالف هذا الناصر مخلفا عشرات القتل من الانقلابيين وأكثر من 60 أسيرا كما جاء في إعلان الجيش بالنظر إلى الخارطة العسكرية للمعركة فإن الشرعية والتحالف يحققان تقدما عسكريا ملحوظا على الأرض فبعد تحرير الخوخة والتقدم باتجاه حيس في الساحل الغربي وإحراز تقدم في شمال محافظة صعدة ها هو الجيش يحرر ما تبقى من مديريات محافظة شبوة شرق البلاد مراقبون يقولون أن هذا التصعيد العسكري في أكثر من جبهة يرتبط مباشرة بطبيعة التفاهمات التي تمت بين الرياض وأبوظبي من جهة وقيادة حزب الإصلاح من جهة أخرى والتي تمت قبل يومين فبعد رحيل صالح عمد التحالف إلى عقد صفقة مع الإصلاح لا تعرف تفاصيلها حتى الآن لكن صداها بدأ يسمع في بعض الجبهات ولكن ماذا بعد شبوة؟ خبراء عسكريون يقولون أن التحالف إذا أراد خنق الإنقلابين فعليه استكمال تحرير الساحل الغربي ومحافظة الحديدة غربا واستكمال تحرير صرواح باتجاه خولان شرقا وتحرير ما تبقى من محافظة البيضاء وجبهة موريس جنوبا لإحكام القبضة على صنعاء وتخفيف الكلفة المدنية للحرب تحرير بيحان وعسيلان خلال أقل من 48 ساعة فتح الباب أمام تساؤلات اليمنين عن الطرف الذي كان يعيق هذه الانتصارات خلال أكثر من سنتين وما إذا كانت الإرادة السياسية لقيادة التحالف هي مفتاح الحل وعقدة المنشار في عملية التحرير من عدمها خصوصا وأن اليمنين يدفعون فاتورة باهظة من دمائهم وقوتهم في بلد يقبع في أعلى قائمة البلدان التي تتهددها المجاعة